الحمد لله رب العالمين إلهي الأولين والآخرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله خيرا الإخوة الذين تكلموا من قبلي فقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وأنا ما عندي كلام كثير لكن في واحد من الأخوان جاب جريدة هنا وجريدة هي جريدة الدار وعملين حوار مع بل الغايب واحد اسمه بل الغايب لا يسلونه الغارة وأول حاجة قال الشيخ بل الغايب يزور الدار ويوضح الحقائق بل الغايب عنده حقائق إيه يا بل الغايب قبل كم سنة مش قلت البرازيل بشيكاس العالم والبرازيل تقطقات ألمانيا سبعة سبعة ده بل الغايب وبجيك ولأنه قال بيعرف بيحصل وكذا وبتدعي الم الغايب أول حاجة لا بد تثبت معلومة تماما في قلبك يا مسلم إنه الغايب ما بيعلم إلا الله الله قال قل لا لا يعلم من في السماوات الملائكة والأرض الجن والإنس والصالحين والطالحين والشياطين والعطالة زي بل الغايب قال والأرض الغايب إلا الله وما يشعرون أيانه بعثون والنبي عليه الصلاة والسلام ما بيعلم الغايب ارتاح يا بلا ما تقول لدي ما أخونا عليهم ما تفتح بلاغ والله ينحى البلاغات دي الحمد لله يهزين ويفتأصوا حاجة كدي ورانا ما ما خايفين عليها ما عندنا نيش في الدنيا لابنبيع مخدرات لابنبيع بنقو ولا عندنا خرشات ولا عندنا شغلة بيتحتحت شغلتنا واضحة من حارب الشرك والمشركين والصوفية والمبتدع والمبتدعين والإخوان المجرمين وغيرهم منها الضلال دي شغلتنا إن شاء الله يبعثنا من جملة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والدعاة إلى التوحيد والله ده همنا الأول والله ما عندنا هم إلا أن نكون ممن يكون سببا في هداية كثير من الناس لأنه بلدنا دي محتاجة والله بلدنا دي أزولها شيري قبلكم المهم خلينا كده فربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال لي قل اليوم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الكلام ذا ما باضح ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لي أمنا ما بعلم الغيب الجن الرسول ما بعلم الغيب دي ثبتنا الجن ما بعلم الغيب ربنا قال فلما خر فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيد الملائكة الملائكة ما بعلم الغيب ربنا قال قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال وإذ قلنا للملائكة وقال الله تبارك وتعالى عن الملائكة وإذ قال قال إني خالق إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الملائكة ما بيعلموا الغيب ولا الصالحين ولا الطالحين ما بيعلموا الغيب طيب المشكلة شنو والنبي عليه الصلاة والسلام برضو شان ترتاح تماما الزولة الزيبال الغيب ده ما تمشي لو ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أي زول مؤمن بيقف في كلام الرسول قال من أتى كاهنا والكاهن دل بالدعي معرفة الأشياء المستقبلية الكاهن دل بالدعي معرفة الغيب والعراف دل بالدعي معرفة الأشياء المفقودة والمسروقة دل النبي عليه الصلاة والسلام قال الزول ما يمشي اليوم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكهن له ومن تطير أو تطير له ومن سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وقد قال الشيخ الفوزان وقد أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة فمن صدق الكهان فقد كفر بالقرآن وبالسنة شغلة دي خطيرة ما تمشي لك يا فقي بيفتح الكتاب ولا يقول لك أن نرقود بالخيرة إنت راقد لشون أنا ما عارف أرقود يعني أنا ما بعارف أرقود إلا ترقود لأي أنت لكن في البلد دي خدعوا الناس ومشتغل يقعد يمشي بأجاي وخش أمرك يقول له في فقي بأجاي قاله بشغل الناس يمشي بكرة يتكلفح يبس سمن طلون ويقطع منوز زيب الزنان ويمشي هناك يقول له اسمع قال لك أن تشوفني بأشتغل ولا يمشي لولا يستوديع تلقاو زريف وزوج جامع وخري بارك في الوطن يستوديع ما تفن وما غبر وما كتح تقول له خد طلبيات خدت عشرين لا تاني زيدة يخد تاني عشرين تاني زيدة الجماعة قالوا دايرين يخد تلاتاني خمسين تقول له خلال بتشتغل أها بأشتغل شنو بكرة بعد يومين اشتغل طلبة في الحلة يقول له الله ستة الوضع شغلتني يخد ما شغلك دكتور أسطل بدينا لا ستة وضع لكن الزوال لما نكون درويش ولما تكون حقيدة خربانة بيصدق ستة الوضع وطيب نمشي لي بلا قاشروا ودائما ديالة سبب الكفاو في البلد دي بلا الغيب قال اتقوا الله يا ناس الفيسبوك والبهتان بالكذب قال البهتان بالكذب من عمل الشيطان فاحذروا غضب الله انت ما تتقي الله يا بلا الغيب انت دا اتقي الله هو الحاجة كل ما مره مقلع علينا بحاجة جديدة قبل فترة قال البلد دي حابس الجنة الأحمر وحابس النحل وما عارف ايه وقال البشير بيحكم واحد ثلاثين سنة وما عارف كم يوم اها ما تم ماء وقال بأس جاب له هنا لفلفة برضو قال ياهو كلامي طلع صح قال انا قلت البشير بيحكم واحد ثلاثين سنة وسبع ايام وكلامي طلع صح يعني داري سبيت انه بيعلم الغيب كذاب ما بتعلم الغيب الله قال كده ربنا قال قل لا يعلموا من في السماوات والأرض انت في الأرض ولا خارج الأرض جوة الأرض ما بتعلم الغيب ارتاح يا بلا ما بتعلم الغيب ولا انت ولا المكاشف ولا البرعي ولا الصائم دائمة ولا الركاني ولا ودبدر ولا بتحكد باس ولا داك المجدوع في العلفون ولا مشير كنبان كلكم ما بتعلم الغيب الله قال في القرآن كده ارتاح وما بتعلم الغيب طيب قال اتقوا الله قال يا ناس الفيسبوك وطبعا أنا مذاكد بيكون ديالأخوان أخواننا بكونوا جلدوا جلدوا سديد لأنه أخوان نزل في الفيسب الله يتقبل والله يتخلش الفيسب تلقى رصع رصع محترم صوفي بيرفع الرأس وطوالب يقطعوا رأسه والله الذي لا الصيوفة السلف ده محل ما يمش بدور البص بدور في الحلة بدور في الجامع بدور وهكذا قبل أيام جايين أنا واخونا عليهم مدى جايين من الفو الله يتقبل ريكمنا في التاكسي وحديين يتناقشوا معنا شكلهم كده كيزان المهم هزولين درشوا درش لما سكتوا والله الذي الله يتقبل ما من يسكت نسكت ليه يا أخيين الفنانات شغالات وناس حوض طاقة وناس خديجة جردل وعشة سفنجات وننسيق بار وما عارموا شغالات وحدة في الحافلة بتغني قالت البدا معي موضوع يتمه هسا دي ما دعوا لي قلة الاذب قالت البدا معي موضوع يتمه هاتاني يسوي لك شن يعني ودي قالت حرام القلوب تلب وانا في نومي بتقلب تلب عليه بالراحة وخلى بيناتنا ما في مساحة دا شنو ده دي ما سفها وقلة الاذب دا 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 الان وفي الحلة شغالين في الحلة عملي لنا يزعاج ما منقدر ننوم ذاته والله ما منقدر ننوم من شدة الازعاج حفلات ووسق وقلة الاذب وغنى فيه شيرك ذاته يفتلون ده إن غنوا في السفاة دي بتكونوا قاعد لكن أول ما جاء تكلمة فيها الشريك طوالي الرادار بيشتغل كاكاكاكاك فيه نعبارة ما تمام الصيوف تحساسياتنا مع الشريك ده والمخالفات لو أول ما يجي عبرت الشريك طوالي القرم قريب طوالي بيستجل فنان غقال كده كده مره رقب الحافلة ماشي على الصوق العربي جابوا فنان اسمه اللحو أبعرفهم قرض ولا حي المهم قال أبو يا الشيخ يا العباد ودريا يا البادراب بنية بنية يا الشيخ سلمان وضل عوضية شيرك بالله تبارك ودر حتى في الغنى ودهك بتاع حلالية منتصر حلالية جيبوا لي الشيخ اقرالي يا سين حالتي من الرياد باقية زي الطين قال زلتين أفر بعيد زينا لويزين قلت لها إن شاء الله تطين على كل كله شيرك وخيابة شنو جيبوا لك الشيخ واحد بتعركشها والله بتعركشها لقيتوا كاتب جيبوا لي الشيخ قلت لك الشيخ سليك لك ولا عمل لك لاجنيان ده 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 الآن وما شروع وما خجلانين إيه تتخجل تدافع عن الحق ويتتخجل تنقض الباطل ويتتخجل تدافع عن دين الله يا زولوي أرفع رأسك أرفع رأسك أنت مسلم وأرفع رأسك أنت موحد وأرفع رأسك أنت سلفي ما تتدنقر تحت وتتزلة وتتدسدس في الحلة أي مع بعض الناس لو كفت واحد بيغزني واحد تلقاه مع الجماعة مع أخواننا كافي بانطلونه فوق كافيه قصوا شغل تلكيب كيف دي عارفة دي شغلة مرخية والله الذي لا غير تلقى مع أخواننا كافي فوق أول ما فاتم بهناك وبيقى مع الجماعة التانين ديلك ناس البجر والسجار والشيشة ينزل حبة حبة اركب المواصلات بفقة شوية ايجي نازد يا زول يتعامل الامنو يا زول ما تخليها كدي يقول لك والله طبعا يا خلنازل والله أنا بخجل تخجل والجماعة لابفين بيالباسات في الحلة ما شفتهم لابفين بيالباسات وحدات بنات الآن أجارك الله ما شفت هنا البنات الآن بعد الفتن دي وبعد الثورة يا زول هو والله الذي لا إلى غيره والذي رفع السماء قبل الظهر أو قبل بعد الظهر اخصم بالله لابفة في الحلة أبعرف مجنونة ولا نصيحة والله والله لابسة ليه الردة فوق للربة والله يفوق للربة والله أنا لما ندعوزها والله موتري ده قربت أقع بيه قربت أقع يا أخي شغل ذات عجيبة وشغل فضيعة يا ناس دي 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 حرية ولا ده شنو ده ما عارب ذاته حرية ولا ده قلع ملابس ده شنو ده كلام باطل آه بل الغايب قال شنو بل قال 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 اتقوا الله يا ناس الفيسبوك والبهتان بالكذب من عمل الشيطان فاحذروا غضب الله اتما تحذر غضب الله لأنه ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد الشيخ الفوزان قال إذا كان ده الزولة بمشي للكاهن فكيف بي الكاهن نفسه إذا كان ده العقاب المترتب والوعيد الشديد على من أتى الكاهن فكيف بالكاهن نفسه عذاب شديد وعيد شديد فالإنسان يتقي الله تبارك والعالم تعالى انت المبرد تتقي الله عز وجل لأنه بعد شوية بوريك الزولة قال شنو طيب فيها المقال بتاعه ولا الكلام اللي قالوا وناس الدار وشوف جريد تدار دي دائما دائما بتنشر للجماعة دي والله الذي لا يضعيه ما ما حصل قبل فترة جايبين واحد قالوا قبة طلعت موية جابوها هنا جريد تدار واحد ثاني قالوا بعالج بالعط جابوها جريد تدار واحد ثاني قالت المكاشر عمل ليه عملية وخشة راجع تقول كبوت بتاع أكسن إنت تخش وتطلع ساي المكاشر قالوا طلع من قبل عمل عملية وخشة راجع ثاني يا ناس لو داء كبوت ظهرية بتاعات أكسن لو ما أجل أنه نسواك فتعليك اللي ناي جرار ما بتقول تطلع شنو وقبر اثنين طن تراب وطوب وبعد جابو ليه طين لبوكو يقوم كيف ويتقائم قبل الرسول ليه ذاته لكن برضو بتجيب لك جريدة الدار شان كده جريدة والله وبتنشر القصائد يعني الشرك مصر المؤمنة وبتجيب بتجيب بتعمل حوارات ولقاءات مع الصوفية الجريدة دي زاته جريدة الدار دي وفيها بلاوي كثيرة بتجيبها وبتجيب وتنشر بعض الشيوخ الطرق الذين ينشرون الشركة بالله تبارك وتعالى طيب بل الغيب قال شنو الميم قال 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 مما جعلني الذي جعلني اذهب الى ام الجرائد وهي الجريدة التي توصف في الامانة والصط ياتوا جريدة الدار الدار قالوا قبل فترة جايبين طفل ولا قبل كم فترة ايوه قالوا في طفل في رشاد بعالي بجرسين والموية ما شوط الجرسين والسكر وجاءوا جريدة الدار زاتهم جابوا الشيخ قالوا قبة طلعت موية واحدين تاني قالوا قبة طلعت طلعت الصورة بره في القبة يا ناس يا تصدقل بتنشره يا تصدقل بتنشره جريدة الدار جايب لنا البلاوي وبتنشر للمبتدعة وتنشر لأهل التصوف والتصوف ده الكتب ان داع الداعي هم بنجيب الكتب هنا نوريك اي زول اي زول كتب كتب من الصوفية نجيبه لك ان داير بتاع ان ضوّم بان ان داير البورعي البورعي ده هم من روجوا له وبنشر له طوالي ده الزول الناس يجبت الدار بنشره للبورعي البورعي قال في كتابه لك سلام مني قال مصطفى عركينة مع ودعلي المكروم وتتلفلات القلب العود مفهوم ده قالوا من عود خلق لبني آدم ده ما قال انت انشره له ما شيخهم اسأل لاجريدة الدار البورعي عندكم شنو يقول لك يا سلام ده ولي كبير عندكم ولي كبير نحنا عندنا مجرم كبير اتوا ما عندكم نحنا ما مغياسنا ما الدار مغياسنا ما الدار نحنا مغياسنا كلام الزول كلام الزول الكتبوا ربنا قال قال فويلوا للذين يكتبون الكتاب ويأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم ما كتبت أيديهم وويلوا لهم ما يكسبون طيب قال توصف بالصدق والأمانة لا غيرها وهي المهم قال صاحبة منوك دمعارف طيب قال وقال هذا الكلام قاله الشيخ بلى الغايب قال انا بري براءة الذئ من دم يوسف لأنه قال قال قالوا جماعة بتاعنا الفيسبوك قالوا بلى الغايب قال هيحصل اشتباك بين حكومة حمدوق والدعم السريع يا خيصة الله يلطف في البلد المشاكل ما خلال كفاية وبراءة نشوفنا الفتنة اللي حصلت فالمهم قال الكلام ده أنا ما قلت طيب قال قال فإذا حببت فإذا حبيت أنا أن أقول أي كلام في الحقائق أو الأشياء التي أعلم بها وأعرفها يعني الحاجات اللي بتدعي إنه بعرفها وعلم الغيب لأنه في نهاية المقال ده برضو قال شنو قال قال أنا عارف حكومة حمدوق ما شوين وبتستمر وبتنتهي بتين وكلام زي ده ده بلى الغيب يا ناس يعني بتعلم الغيب وربنا يقول قل لا يعلمه من في السماوات والأرض والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون طيب قال صحيفة الدار لأني أثق بها إنت بتثق بها لكني هم نثق بها والله يجد إنت بتثق في الدار نحن ما بنثق إلا في الكتاب والسنة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ده اللي بنثق فيه لكن الدار الانتباهة ما عارف ليك ألوان وكل الجرائد دي عندنا زي ما قال الشيخ مقبل لا تساوي بصلة بصلهم تساوي والله يجد وما تضيع زمنك ساي ووحدين تاني أخبار الفنانين والفنانات فالآن في جريدة من الجرائد قبل فترة وده والله إن أكثر خبر أزنه ضحقني قال قال القبض على زوجة فنان مع شاب داخل غرفة النوم يأكلوا الباصطة والله جابينه في جريدة قال قبضون في غرفة النوم يأكلوا في الباصطة وده كمان قال قال مشه القاضي حكم علىه ورجعه بيطة طاعة السنة اللي كيف تأكل مع باصطة بتأكل باصطة مع واحد جوة والله الذي لا إله غيره أصبيح بيع فش عنده هلا تمسكينه ألا شنو وده شنو ذا ذاته وده بلاوي شنو ذاته بلاوي كل الجرائد بيجيبه وغير القصص الغريبة غير القصص الغريبة قال حمار اختفى حمارين فهم درمان يوصير الرعب أهام وقال الدجاجة تصطدم بها ركشة الركشة تتضرر والدجاجة ما جاءت حاجة دي جا ذا دا ولا فولاز ده شنو ذا وما عارف لك شنو وولادة حمل بثلاثة كرعين ياخي يقول ستة كرعين زي حيوان أجبل بتلقاه وفي الجالون ذاك أهام استفيدنا جنو يا ناس نحن بنس كومة سودانية ماذا نستفيد من الحمل بثلاثة كرعين يقول لك اسم الجلالة على بطاط صاية يا بطاط صاية يا أخي وده أخبار غريبة وعجيبة هما منها أي فايدة بتضيع زمنك ساي وغير أبراج الحظ غير أبراج الحظ برضو في الجرائد تكهون يقول لك برجك شنو يقول لك أنا برجي برجة الدلو الليلة حتقابل زول عزيز عليك وحتجيك قروش وحتقبلك علاقة مفتوحة مع إنسان ناجح وكلام فارق كله الله قال في القرآن آخر آيات من سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم وخبير طيب آخر الكلام آخر الكلام ونختم بيه والكلام كتير في الجريدة كلام باطل قال نحمد نحمد الله ونشكر فضله وأقول كلمة ما مفروض أقوله إنت قلت ما مفروض أقوله طيب قال إلى لجنة قال أشكر الله وأحمده قالوا في كلمة مفروض ما أقوله لكن قال وبرضو في الجريدة هنا قال أنا قال أحجمت عن الكلام وما كنت تدري أتكلم لا في إعلام مرء ولا مسموع لكن الإشاعات بقت كثيرة إشاعات شنو كلامك ونحن من زمان عارف إنك بتدجل وبتدعي الملغيب وبتقول أشياء وربنا بكذبك كل مرة كل مرة ربنا بكذبك والله أكتر حاجة أنا غايته ضحكتني وأكتر حاجة كيفتني قال البرازيل بالشي قاس العالم قبل كم سنة والحاجة الكيفتني أكتر إنه البرازيل تقطقوا سبعة غلبتها ألمانيا أنا والله ما بحضر القورة لكن في جماعة قلت لما هاي جماعة بل الغايب قالوا البرازيل بشي قاس العالم قال يا زولة برازيل تقطقوا سبعة وطارت بر المونديال شكرا المهم أخذ الموضوع تطويد المهم فذكر بل الغايب أها في آخر الحوار قال شنو قال قال أقول ولكني محروق في أهل في أهل الإشاعات مفروض يقول محروق من أهل الإشاعات لكن ما هو بتكلم بالدار اللغة العربية ما عنده وما حافظ آيات ولا أحاديث مرح ضرط له بنغاش مع زول كده والله زول كلام ما قادر يتكلم أنا ما عارف الناس يجيبوا كيف زول كلام ما بيقدر يتكلم يجيبوا لك وده علم من علامة السودان وده زول بارز ويجيبوا لك في الإعلام ويروجوا ليه وينشروا ليه يا ناس ما تتقوا الله اتقوا الله يا ناجريت الدار تنشروا لنا زيدال أنشروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنشروا السنة أنشروا التوحيد حذروا من الشرك ما شايفين الناس يسجدوا للشيوخ ما شايفين الناس يعبدوا في القبور ما شايفين الناس يندهوا في الأموات ما شايفين الناس يطفوا بالقباب ما شايفين الناس بيستغيثوا ويذبحوا للأموات إنتم ما بتشوفوا بس إلا تنشروا زيدال قال ولكني محروك في أهل الإشاعات الضارة المئات يموتوا بغيظهم أعرف تماما ماذا تعمل الحرية والتغيير حرية والتغيير لما تبع كتة نحن والله لم نعترف ببلل غايب ولم نعترف بيداك نحن شفت الكتاب والسنة دار تقنعنا جيب الكتاب والسنة جيبت دليل بنصدقك ما جيبت دليل كلامك دماء عندنا لواء يقيمة لكن إذا جيبت باطل بنرد عليك من باب قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان جنو زهوقة طيب قال ماذا تعمل الحرية والتغيير وحكومة حمودك مدى استمراريتها أو نهايتها وأعرف ذلك ولكني لن أقول ولن أقول ولن أقول اللهم بلغت فاشهد إنت ما قلت أسا ماذا تتكلم وقال أنا عارف الحكومة دي ما الشالي وين وبتنتهم بتين يا بلا يا بلا يا غايب إنت طيب وقد عارف ما تنصح الأمة كان فيها خير حزر الناس منها كان فيها خير وكان ما بتستمر قول للناس الشغلة دي كات ملك الدام ما بتنفع معكم لكن ما بتعارف حاجة قال أنا عارف البحصة شنو والبلد دي ولا الناس دي عملوا شنو ومدى استمراريتهم لكن ما دار أقول وما دار أقول وما دار أقول ذاته واحسن ذاته ما تقول ذاته كلام باطل وكلام يخالف القرآن والسنة ما بتعلم الغيب أكل ما أخير أعرف إنه ما بتعلم الغيب لا إنت للصوفية الوراك وللصوفية القبليك وللصوفية البعديك ما في أحد يعلم الغيب أبدا ده كلام ربنا كلام محكم ولن تجد لسنة الله تبديلها ولن تجد لسنة الله تحويلها والنبي عليه الصلاة والسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام قال 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 مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله وتلقى الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب وعائشة رضي الله عنها قالت ثلاثة من حدتك بهن فقد افترى وأعظم على الله الفريا من ادعى أن محمدا يعلم الغيب من ادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد اعظم على الله الفريا وقد قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله والجارية الكانت بتمدح في الرسول قالت وفينا نبي يعلم وفي غدي النبي عليه الصلاة والسلام وقف قال لا ما تقول هذا قال لا الغيب ما بيعلمه إلا قولي بقولك الأول والكلام يطول